اكد معاليا الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعدم حفظه الله ورعا ومتابعة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة النهج القائم على الارتقاء بالمستوى العلمي للقيادات الوطنية ورفع كفاءة العمل في منظومتي القطاعين العام والخاص واضح معاليا الجهود الحكومية منصبة نحو توجيه كافة القدمات لما يحقق الوطن والمواطنين تنمية مستدامة في جميع المجالات انطلاقا من كون المواطن هو محور التنمية وغايتها الاساسية جاء ذلك لدى التفضل معاليا برعاية الاحتفال الذي نظمه معهد الادارة العامة بيبا لتخريج 75 موظفا من القطاعين العام والخاص من طلاب الافواج الثالث والرابع والخامس من برنامج ماجستير الادارة العامة وذلك بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والمدعوين ومثلي جامعة اكس ميرسيليا الفرنسية والمدرسة الوطنية الادارة في فرنسا وبهذه المناسبة نوها معالي الشيخ خالد بن عبدالله بمخرجات برنامج ماجستير الادارة العامة مشيرا الى تمكن هذا البرنامج منذ انطلاقته الاولى عام 2016 من سقل خبرات الموظفين وتشجيعهم للمشاركة في رسم السياسات من خلال طروحات علمية رصينة تستهدف الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة في القطاعين والفت معاليه لان البرنامج من خلال توظيفه الابتكار والابداع كادوات منهجية في التدريس قد اسهم في رفض منظومة العمل بمشاريع تخرج استباقية تحاكي الطموح وتواكب المتغيرات المختلفة وتسهم في دفع عجلة التنمية لتناولها مبادرات تسهم في رفع الانتاجية وتحقيق عوائد مادية عند تطبيقها على ارض الواقع كما عرب معاليه عن اطيب تهني وتبركاته لجميع الخريجين والخريجات حثنياهم على مواصلة الاقبال على العلم والتعلم لما يشكلانه من ركيزة اساسية لبناء الامم وتقدم المجتمعات وتطورها هذا ويقدم معهد الادارة العامة برنامج ماجستير الادارة العامة بالتعاون مع جامعة اكس ميرسيليا الفرنسية والمدرسة الوطنية الادارة في فرنسا وجامعة البحرين وصندوق العمل تمكين من جانبه عرب سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الادارة العامة عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على تفضله برعاية هذه الاحتفالية التي تجسد حرص الحكومة على تكريم العلم وأهله وتحفيز الموظفين لموصلة عملية البناء والتطور التي تشهدها مملكة البحرين في شتى الجوانب التنموية وقال سعادته إن برنامج ماجستير الإدارة العامة يأتي مواكبا منذ انطلاقه لتوجهات الحكومة الرامية إلى جعل القطاعين العام والخاص يعملان ضمن منظور مؤسسي واحد يرتكز على رفع كفاءة المخرجات المقدمة وتعزيز جودة الانتاجية بما يرتقي بالاقتصاد الوطني ويحقق الطموحات المستقبلية موسيقى 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 سعدنا اليوم بتواجد في هذا الحفل تحت راية معلش شخالد بن عبدالله خليفة ناب رئيس مجزراء ووزير البنية التحتية لتخريج مجموعة من خريجين برنامج محد إدارة العامة بالتعاون مع جامعة إكس مرسيل فرنسية الخريجين اللي شاركوا في هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة الموقعة في إعداد القيادات والكوادر الحكومية القادرة على إدارة المرحلة الحالية والمستقبلية من العمل الحكومي ما قاموا به خلال هذا البرنامج وما اتسبوه من معارف ومعرفة إن شاء الله سيكون إضافة نوعية في مواقع عملهم بهذه الخبرات وهذا المعرفة إن شاء الله طبعا برنامج مجزر الإدارة العامة هو برنامج يكون عبارة عن سنتين نتعلم فيها كل جوانب الإدارة العامة من الفيسكال بوليسي سي بي آي بي بي آي أي شيء يخص الحكومة نحن نتعلمه طبعا أول سنة تكون فيها أكاديميك أجوكيشن وبروفيشنل أجوكيشن السنة الثانية طبعا فيها اللي هي التيسس اللي نقدمها للجنة الدفاع البرنامج كان جدا مهم وأتوقع أنه ضاف لخبراتنا كلنا كعاملين في القطاع العام بالإضافة إلى الخبرات الأكاديمية اللي ضاف لنا خبرات تتعلق بالجانب العملي برنامج ماجستير الإدارة العامة اللي تقدم من قبل جامعة إكس مارسيل قدم لنا فكرة شاملة عن جميع الممارسات الحكومية اللي تكون متواجدة واللي نقدر نقارنها بممارساتنا في البحرين هذا الشيء كان هدفي من خلال دراسي للماجستير البرنامج كان متميز ويدار على قدر عالي من الكفاءات اللي كانوا يدرسون الكادر التعليمي طبعا من أقدر أقول من كل دول الاتحاد الأوروبي كل الدول المتقدمة كان البرنامج عبارة عن نظام المحاضرات يدار بطريقة التعليم أو تدريس فيه يدار بطريقة المحاضرات ولكن كان فيه نوع من التحليل أو التفكير النقدي يتم من خلال تبادل الخبرات بينهم وبين الطلبة الباقين وهم يمثلون مختلف الجهات الحكومية ترجمة نانسي قنقر